اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ان الحكومة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين من دوي الدخل المحدود مشيرا الى ان هذا التوجه اسفر عن توفير الاف الوحدات السكنية للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية وقلم عليه ان المقومات الفنية والمالية التي تتمتع بها شركات التطوير العقاري يؤهلها للحصول على دور اكبر خلال المرحلة المقبلة من حيث زيادة المعروض من المشاريع الاسكانية التي تتناسب مع القدرات التمويلية المقدمة من وزارة الاسكان للمواطنين جاء ذلك لدى تفضل معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة بحضور صعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان برعاية لقاء مشترك نظمته وزارة الاسكان وبنك الاسكان مع شركات التطوير العقاري والمصارف للتعريف بمشاريع برنامج تطوير حقوق الاراضي الحكومية وأضح معاليه أن الحكومة تدعم جميع المبادرات والحلول المبتكرة التي تصم في تقديم خدمات فورية للمواطنين وسرعة توفير السكن الملائم لهم مشيدا بجهود جميع شركات التطوير العقاري التي شاركت في المبادرات التي تم طرحها خلال المرحلة السابقة كما أشهد معاليه بجهود سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان وكافة منتسبي الوزارة وبنك الاسكان في مساعيهم لتوفير حلول ومبادرات اسكانية فورية ومبتكرة للمواطنين خلال الفترة الماضية والتوجه نحو التوسع في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة من جهته ثمن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان الرعاية الكريمة للقاء المشترك مع شركات التطوير العقاري والمصارف من قبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تأهيل شركات التطوير العقاري والمصارف للمشاركة في برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية وقال سعادته إن محور الشراكة مع القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير خدمات فورية للمواطنين باعتبار أن ذلك يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وأكيدا أن هذا البرنامج الطموح سيساهم في توفير نحو 19 ألف وحدة سكنية على مدى سبع سنوات وأضاف المهندس الحمر أن برنامج تطوير حقوق الأراضي يمثل أحد المبادرات الطموحة التي توفر السكن بصفة فورية مبينا في الوقت ذات هي أن إجمالية حجم التمويلات الإسكانية التي وفرتها الوزارة منذ عام 2013 لخدمات الشراء والبناء والترميم بلغت حوالي 420 مليون دينار تحقيقا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأتي هذا اللقاء المشترك مع شركات التطوير العقاري تأكيدا على منح القطاع الخاص دورا رئيسيا في توفير الحلول الإسكانية هذه المبادرات الموسعة تساهم في نمو روح الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات المواطنين المستفيدين ويأتي برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية لتنويع وتسهيل الوصول إلى الحلول الإسكانية طبعا البرنامج راح ينطلق من خلال عدة حزم الحزم الأولى راح يتم طرحه للمتطورين العقاريين اعتبارا من 21 مايو المقبل 2022 ويتواصل هذا طبعا البرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية برنامج جديد ومبادرة جديدة من المؤمل إن شاء الله أن نستطيع أن ننفذ أكثر من 19 ألف وحدة سكنية خلال السبع سنوات المقبلة نحن طبعا كما هو معروف دشنا النسخة الأولى العام الماضي عدد محدود من وحدات سكنية 132 وحدة سكنية من خلال هذا البرنامج والآن أنجزنا 70% من هذا المشروع وهو إن شاء الله خلال أربع الشهور القادمة راح يعرض للمواطنيين الموجودين على قوام الانتظار من خلال الحلول التمولية التي راح تطرحها وزارة الإسكان القصد أن أنا ذكرت هذه الانطلاقة لتأكد حضور كبير من المطورين العقاريين ومهتمام كبير من المطورين العقاريين وأيضا تعكس القدرة الفنية والمالية اللي يمتاز فيها القطاع الخاص الوزارة راح تكون بإذن الله هي المنظم والميسر والقطاع الخاص هو اللي بيكون المنفذ المباشر ظن آليات تسمح للقطاع الخاص يحقق تطلعاته سواء من ناحية حجم الأعمال أو من ناحية الربحية وفي نفس الوقت يخدم أحد أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية فرص وإجراءات جديدة طرحت خلال هذا اللقاء لتحفيز القطاع الخاص على الانتاج ضمن الاستراتيجية التي طرحت من قبل الوزارة للأصول إلى مخرجات إسكانية تتوفق مع الخطط الموضوعة استطاعنا اليوم من خلال اللقاء مع القطاع الخاص من خلال ممثلين المطورين العقاريين والبنوك المصرفية أن نجد حلول مبتكرة سواء كانت مشاريع عقارية أو تمويلات جديدة بحيث أن تساهم في تلبية الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان والحمد لله اليوم شفتنا تجاوب كبير من قبل المطورين العقاريين وأيضا من قبل البنوك في وجود حلول جديدة وهذه إن شاء الله هي خطوة إلى استراتيجية جديدة تقدمها وزارة الإسكان من خلال حلول مبتكرة وشراكة وطيدة مع القطاع الخاص نحن دائما نقول الحكومة قاعدة توسع من قطاع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهذه شيء خطوة جدا ممتازة ومباركة ويعني دائما يستأنسون في الاستماع إلى مشاكلنا إن وجدت يعني أو النقاط اللي عندنا مثلا وتعليقاتنا على أي مشكلة نواجهها فهذه شيء جدا مشكور ويعني دائما نتطلع إلى الأحسن للبحرين برامج تطويرية تعاونية تؤكد على عمل وزارة الإسكان المستمر في حلحلة الملف الإسكاني وتوفير الخدمات الإسكانية من خلال تطوير طرق الطرح والتنفيذ وصولا إلى التعاون التكاملي يشهد قطاع التطوير العقاري نموا مستمرا من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مسيرة تنمية هذا القطاع والقطاع الاقتصادي والاستثماري شوغل عثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين